اهلا بكم مشاهدين اقرى البرلمان التونسي بالاغلبية تعديل قانون المحكمة الدستورية بهدف تجاوز اشكالية انتخاب اعضائها تنص التعديلات على خفض الاغلبية المطلوبة لانتخاب الاعضاء بالاضافة الى الغاء الترشح عبر الكتل البرلمانية وبرزت في الاولى الاخيرة دعوات سياسية للإسراع بانشاء المحكمة الدستورية خاصة بعد الازمة التي بدأت تعيشها تونس بسبب رفض الرئيس قيس سعيد اداء وزراء جدد اليمينة الدستورية تكرر هذا المشهد سبع جلسات كاملة ست سنوات والبرلمان التونسي تعثروا في انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية مكرها لجأ الى خفض الاغلبية المطلوبة للمرشحين من الثلثين الى ثلاثة اخماس اعضاء البرلمان اي كتل البرلمانية الوازنة تريد الاسراع بتشكيل المحكمة لتحدى من التجاذب بين مؤسسات الدولة الان الوضع خاصة في مستوى السلطة التنفيذية في علاقة برئاسة حكومة اساسا في التعديل الوزاري وفي غيرها ربما حتى من القوانين منتظر انواريس جمهورية مارسة على نوع من الفيتو وبالتالي المحكمة الدستورية هي الملجأ الوحيد لانقاذ هذه التجربة الديمقراطية الفتية في تونس اعتمد البرلمان يوم الثامن من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة عامة يستكمل خلالها انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية لكن المعارضة تخشى من استهداف رئيس الجمهورية عبر المحكمة الدستورية بعد استراره على عدم تمكين الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستورية هناك ارادة حتى لا يبقى رئيس قيس سعيد هو الذي يؤول النص الدستوري الوحيد الذي يؤول النص الدستوري في هذه الفترة اذا المسألة هي مسألة سياسية بحتة على هذا الاساس تم التنزيل من 145 الى 131 تعديلات وريد منها ان تذلل العقبات امام انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية لكن الاشكال سيبقى في اعضاء المحكمة الاخرين المناطب المجلس الاعلى للقضاء اختيارهم نصف خطوة نحو انهاء ازمة المحكمة الدستورية المعطلة منذ نحو ست سنوات بالاغلبية صدق البرلمان على تعديل القانون الاساسي للمحكمة ما قد يمهد الطريقة لانتخاب اعضائها لوضع حد للتأويلات الدستورية بسم الدعاسي العربي تونس ينضم الينا من تونس محمد القماني عضو المكتب السياسي لحركة النهضة والنائب في مجلس نواب الشعب اهلا وسلام بك سيد القماني معنا في العربي هل استطعتنا القول الان باننا اقتربنا من حل المشكلة التي بات عمرها الان ست سنوات واقتربنا من انتخاب محكمة دستورية في تونس مساء الخير اقتربنا نعم من ارساء المحكمة الدستورية التي تأخرت عن موعدها اكثر من خمس سنوات الاحكام الانتقالية للدستور نصت على انها ترسى بعد سنة من انتخابات 2014 لكن للأسف والقانون الذي ينظم انتخاب اعضاء الهيئة من البرلمان احد العوايق الآن زلنا في ثلاث مستويات اضافة لما جاء في تقريركم يعني تخفيض عدد المطلوب للتزكية بقى في الثلثين 145 في دورة اولى اذا تعذر ننزل الى 131 ايضا الترشحات تكون حرة وليست عبر الكتل والامر الثالث انه لم يعد يشترط ان تستكمل اعزاء البرلمان حتى نمر الى اعزاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية او المجلس على القضاء حذفت عبارة تباعا التي كانت في حد ذاتها مخالفة للدستور بهذه الخطوة نكون قد زلنا شعاب نتمنى ان يتفاعل رئيس الجمهورية ايجابيا ويوم 8 من الشهر القادم سنستكمل الانتخاب تبقى الثلثين للمترشحين الحاليين اذا تعذر بالطبع الوصول الى التوافقات قد بالطبع ندخل في دورة جديدة وفق التعديلات القانونية الجديدة ما هي التحديات التي من الممكن ان تقف في وجه الوصول الى انتخاب المحكمة اولا نأمل ان السيدة الجمهورية يتفاعل ايجابيا ويمضي التعديلات الموجودة وينشرها بالرائب الرسمي وبالتالي يكون امام رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى القضاء ان يعينوا او ينتخبوا كما في نسعة القضاء الاعضاء الراجعين اليهم بالنظر وهو ثمانية اذا عين الرئيس اربعة والمجلس الاعلى القضاء اربعة وهناك عضو في البرلمان منتخب نصبح امام تسعة اعضاء بامكانهم اصلا ان يعقدوا المحكمة لكن الان يوجد اصرار داخل البرلمان وتوافق عريض على اننا نستكمل الثلاث عناصر في اقرب وقت والمحكمة الدستورية كل التمسيين صاروا يدركون الحاجة اليها امام الازمة المفتوحة بين مؤسسات الحكم وخاصة بين رأسي السلطة التنفيذية شكرا جزيلا لك سيد محمد القماني عضو المكتب السياسي لحركة النهضة والنائب في مجلس نواب الشعب